مددت الأمم المتحدة اليوم بتعاون مع سلطات الصحة المحلية حاملة تطعيم الأطفال في جنوب غزة لمدة يوم واحد قبل أن تنتقل غدا الاثنين إلى شمال القطاع وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونساف أن المرحلة الثالثة لحملة تطعيم ضد شلل الأطفال في شمال قطاع غزة ستبدأ غدا الاثنين وتستمر يومين وتتكرر بعد أسابيع لتنفيذ جولة ثانية من حملة تطعيم الواسعة لحماية أكثر من 640 ألف طفل تحت سن العاشرة في القطاع وذكرت منظمة الصحة العالمية أن نحو 355 ألف طفل تلقوا تحصين في وسط وجنوب غزة منذ الأول من شهر سبتمبر الحالي